الفيديو الأخير في شابتر 5 بارت 1 إزاي أحسد الرزق بتاعي عن طريق استخدام variance والstandard division يعني الحراف المعير يعني أي standard division حاجة إن شاء الله تاخدها الترمي ده في statistics لو أنت في معاي أو أنت ديها اس نخدتها already سمسر لأبد اللي فات standard division هو معدل الاختلاف أو معدل التغير أو change في التوقع بتاعي بكل بساطة standard division قعدة إحصائية باستخدمها عشان أشوف معدل الاختلاف يعني معدل الاختلاف معدل الاختلاف ما بين النتائج المتاحة والنتيجة المتوقعة يعني standard division sigma r major the dispersion يعني التشطط of an investment return اختلاف إحنا متفقين من الفيديو التاني أن الرزق بتاعي هو الاختلاف ما بين النتائج الرزق عندي هو تغير هو تعدد هو اختلاف النتائج standard division by major dispersion التشطط يعني التباين ما بين الأرقام اللي هتطلع of an investment return around the expected return وديه step 1 قال لي انت بتقيس الانحراف بنحيس التشطط بنقيس الاختلاف اللي بيحصل ما بين مين ما بين النتائج المتاحة وال expected return يعني النتيجة المتوقعة الكلام ده يوديني ان انا عشان اقدر احسب standard deviation لازم step 1 يكون معايا ال expected return قال لي the expected return ده اللي احنا خدناه من شوية اللي هو probability for return probability for return زي probability for return is the average return هو متوسط العائد that an investment expected to produce over the period المتوقعة ما بين النتائج المتوقعة major the degree of deviation between return and the expected return زي ما لسه قيل لك هو بقيس درجة الانحراف ما بين الرترن العوائد الموجودة وال expected return العائد المتوقعة وده حاجة بتقسرس فبالتالي كل ما تزيد معنا كده الريسك يزيد higher standard deviation and variance higher than risk كل ما الرسك يزيد كل ما الريسك يزيد كل ما الـ standard deviation يزيد كل ما الـ variance الاختلاف يزيد معنا كده الريسك زاد وعندي القانونين اللي قدامك دول الـ standard deviation هو square root بتاع الـ variance وده مش مستكون اللي انت تستخدمها فقط الحاجة بتستخدمها هو القانون ده والـ standard deviation هو عبارة عن square root بتاع submission بتاع R-R' power 2 في الـ probability ولو خدت الموضوع كسبات وخدت القانون رزعت وعوضت فيها هتدعب نفسيا نوعات الجرنة اللي ايه هي الـ R R-R' 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 امن تمنات على كانت شرق من الشاردة يتم تعيش بأناährات l-spective run الـ بس انا شاطر علما على الفيديو الثاني واعريبت كيف يحصل لـ Partiability for return 지 perspectives واستخدمي كل الإخança م اللي هو اول R الرتير مينس الرداش اللي انت لسه جايبها power 2 في الprobability بتاعت الكيس and we find the variance the sum of the difference between each return and the expected return اللي هو الstep 1 وهعمل الناتق power 2 وهضرقه في الاخر في الprobability ثلاثة find the square root of step 3 يعني find the square root بتاع الvariance عشان اقدر اجيب الstandard division or use القانون الكبير مرة واحدة من غير واجع دماغ برقم واحدة اجيب الstandard division اجيب الexpected return اجيب خطوة سابتة وبعد كده اخش عوص في القانون الكبير مرة واحدة تعال ناخد example يفاهمنا الموضوع اكتر واكتر واكتر هنا انا مراشل عليكم مش ميديك الexpected return عشان اراجع الفيديو اثنين مع الفيديو ده مع بعض خالك assets A واسد بي assets A عنده باسميستك 25% most likely 25% 25% وكل كيس منهم منيها الريتيرن الخاص بيها وكذلك assets B تعال نبدأ باسد A الاول قلنا assets A تعال نشوف assets B assets B باسميستك 25% most likely 50% المفافلتي بتاعته الريتيرن 25% وقدام كل واحدة الريتيرن بتاعها تعال نحل assets assets تعال نحل بطول assets A اللي بدنه اللازمة عشان اعرف اجيب الstandard division لازم في الاول اجيب الexpected return stay broken 1 الexpected return بتاعت assets A shock probability for return زائد probability for return زائد probability for return 25% في 13 زائد 0.5 اللي هي 50% P 15% زائد 0.25 في 17% لاني الexpected return بتاع assets A 15% اجيب الvariance ايه هو الvariance والاحتلاث ما بين return ناقص expected return الكل power 2 وادرط probability طيب تعال انا عندي كم probability عندي ثلاث يبقى عندي كم كيس عندي ثلاث اخد كيس كيس اجيب الريترن بتاع ناقص expected return power 2 ليه power 2 عشان لو طلع الريترن minus expected return رقم بال negative ال equation مطبس طيب يبقى اول حاجة اجيب probability دي حطتها اضرب في مين في return minus expected تعال كده نحط الريترن هنا لو هو 15 في الماية يبقى اول حاجة 25 في الماية اللي هي دي في 13 اللي هي دي ناقص 15 اللي هي الريترن وخد بالك كل ده power 2 اللي هي 13 minus 15 هنا في bracket لازم تحط على calculator عشان ما يتعلق الريترن 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 في الريترن في الريترن في 15 في الماية نص أو 0.5 في 15 minus 15 power 2 الريترن في الريترن تكتب الشكل على الكالكوليتر عشان يطلع على الإجابة صح زائل المشروع الريترن 25 في الماية probability وإضر بغط مين في الريترن على الريتر 1 5 2000 عشان أجبها نسبة مقاوية عشان أحسب أي حاجة نسبة مقاوية هقسم على 100 تمام يعني لو 2 أعمل 2 على 100 يبقى أنا كده معي 2 في الماية تمام تمام يبقى 1 1 على 5000 عشان أجبها نسبة مقاوية هقسم على 100 اللي هيطلع ديها تبقى النسبة المقاوية بتاعتي اللي هي هتبقى 0 2 اللي معناها 2 في الماية 0 2 عشان أجبها نسبة مقاوية بحرك الشكل حركتين شمال يعني أول حركة شمال اللي أنا أعمل 0 2 هذه أول خطوة ثاني خطوة هطلع 2 بره هيبقى في الماية ديها لالناس اللي عندها مشاكل في الماس يعني معنا كده 1 كده معناها كم في الماية تحرك حركتين شمال أول حركة 0 1 ثاني حركة 1 اللي هتبر يبقى 1 في الماية طيب كده كم في الماية 0 13 حركتين شمال يبقى 13 في الماية طيب 0 0 85 دي كده كم في الماية حركتين شمال أول حركة طير الصفر حركة طلع الثمانية وره يبقى 8 ومص في الماية ده لو انت ما بتعرفش تحول أو بتعرفش تعمل للنسبة الماوية ستتلع لي ان الفاريانس بتاعي 2 في الماية طيب هو كان ايه standard division standard division كان square root variance يبقى انا اقوم عامل standard division بتاعي وال square root بتاع ال 2 وتعمل كده على الكالكولياتر ركز في اللي بقول لك عليه اوعى تكتب في الكالكولياتر square root ل 2 في الماية لا تخلي اللي في الماية دي بره يبقى اعمل square root ل 2 وهيطلع ل 1 point 14 وهو محاطط العلامة الماوية او استخدم القانون مرة واحدة نفس اللي عملته هنا بس قبل مكتب الكلام ده كله على الكالكولياتر هفتح square root زي ما واضح قدامك هيا مرة واحدة هيطلع اللي هتطلع الاجابة معاك على التالكولياتر point zero one four one دي معناها كام حرك حرك شمال يعني one point four percent طيب تعالي نحل assets b b pessimistic 25 يديني 7 most likely 50% يديني 15 optimistic 25% يديني 20% return طيب يبقى اجيب اول حاجة بالظبط expected return assets b انا احلو باللون اللحمة اول حاجة بال expected return probability for return زائ probability for return زائ probability for return equal 25 في السبعة في المائة زائد النص في 15 في المائة زائد 25 في 23 في المائة الدني برضو 15 في المائة يعني المشروعين عندهم نفس expected return طيب invariance حافظ قص probability fee return minus expected return power 2 probability 25% 25% P return 7% 7 15 15 الكل power 2 زائد 5 نص point 5 افتح 15 ناقص 15 power 2 زائد point 25 في 23 ناقص 15 الكل power 2 6 20 6 6 25 6 6 7 7 8 9 8 9 9 9 9 10 يعني الـ standard division الـ variance بتاعه 2.32% طب عايز اجيب الـ standard division هو ايه الـ standard division سكور روب بتاع الـ variance يعني الـ square root بتاعه 2.32% بس اعلم مغالف بالزلط انا كتبها لك انا يا عشان اتنسلش square root بتاع الـ 32 هتطلع لي 5.65 الكلام ده هي النسبة الماوية او استخدم القانون الكبير مرة واحدة والمواضيع بقى سهلة او فتعا انا اخد قرار الـ variance project A طلع بـ 2% project B طلع بـ 32% يعني الـ project more risk الـ variance صح يعني الـ 32% ده المور risk يبقى assets B is riskier than A ولو احكم من الـ standard division نفسكس ده 1.4 وده 5.6 مين اكبر 5.6 يبقى ده المور risky assets تعال نحل تاني 5.8 The expected value value and standard deviation of assets A عايزة تجيب الـ expected value يعني الـ standard والـ deviation يعني الـ standard deviation is mystic most likely optimistic 25 45 30 ده بيديني 10 ده بيديني 12 ده بيديني 16 رقم واحد اجيب مين هجيب الـ expected return ده سؤال exam في الترم 2019 فاعمل ايه؟ هجيب الـ expected return هجيبه ازاي؟ probability free return زائب probability free return زائب probability free return يعني 25 في 10 زائب 45 في 12% زائب 3 في 16 هجيبني 0.127 عشان هيعملها نسبة ماوية حرك الـ 0.2 شمال 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 يعني ما هتبقى 12.7% طلب ده بس؟ لا ده طالب الـ standard deviation يعني طالب اللي انا اكالكيليات الرسك اكالكيليات الرسك ازاي؟ عن طريق القانون الكبير اللي انا لسه هتبقى حل بي من شوية هقوم كاتب القانون بتاعي square root ثلاث حاجات اول حاجة الـ probability الاولانية في return الاولاني بتاع نفس الـ probability نقص الـ expected return لكل power 2 زائد يعني ده كده بز زائد 45% في الـ 12 نقص الـ 12.7 كل power 2 هذه الجزء الثاني زائد الـ probability الثلاثين في المية أو الـ 0.3 في 16 الـ 12.7 في أول sorry power 2 هذه الجزء الثالث اعمل الكلام ده كله على الـ calculator اطلع لك 0.023 0.023 معناها كم في المية تحرك حركتين شمال يبقى 2.3 في المية يعني مشروع من الـ 2 اكتر رزق واحد بـ 12.7 واحد بـ 12.3 من المل رزق assets B sorry assets A طيب السؤال بتاع كان عايز كان عايز expected return وكان عايز standard deviation يبقى الإجابة بتاع 12.7 و 2.3 اللي هي أجابها رقم B ولو سألني يعني assets more risk أقول له assets A more risk or than assets B خلصنا الجزء ده مخش على الجزء اللي قبل الأخير في الفيديو وهو confession of variation يعني خيار شرطه تركز معي أوي 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 نمشي ما هو سألني qui واست الريزء 告 العام توقع 15% و وفيه الرتورن بتاع 15% فعنكتب الكلامة الرتورن بتاع A 15% الرتورن بتاع B برضو 15% الرسك بقى الرسك بتاع A كان الرسك بتاع A كان الرسك بتاع A كان 1.4 والرسك بتاع B 5.6 ده 1.4 وده 5.6 طبعا إلا الدنيا سهلة وسهلة تاخد قرار مشروعين عندهم نفس الرتورن بس في واحد رسكه أعلى من التاني حضرتك هتختار مين؟ قل لي على حسب أقولك شاطر لو انت رسك أببيرس لو انت راجل بتتجنب المخاطر هتختار assets A لو انت راجل risk taker هتختار assets B لو انت راجل risk nation هتختار assets A طيب قال لي وسيكت ما قاليش انت أنا من الانفستور اختار Rational Investor المشتسمر العاقل اللي هيختار أعلى return مع أقل رسك اللي اتنين عندهم نفس الرتورن يبقى الاتنين متساويين في الموتش بتاع الرتورن هختار الأقل في الرسك مين أقل في الرسك؟ هستس ايه؟ اقول للجميع هنا دور الـ Coefficient of Variation مش هيدان قوي عارض امتى يباني؟ اقولك امتى يباني؟ يبان لو انا بدلت الخمستاشر دي بعشرة اقول لي ايه ده؟ واحد بيديني return 10 وفي رسك 1.4 واحد بيديني return 15 يعني أعلى بس الرسك بتاع 5.6 اخترقني يا مشروع انا ما بقاش عندي حاجة ايس عليها ده اللي اتنين متغيرين returnات مختلفة ورسكات مختلفة اقولك هنا يجي دور مين؟ CV يعني معاملة الاختلاف هاعمل ايه؟ هاعمل رسك على return الكل يعني الـ Example اللي احنا لسا واخدينه اللي هو بتاع الـ 4 و 15 و 15 نرجع تاني للاصل هو ده اللي هو Example 5 4 بلنا بكل انج ما شاء الله شكرا شكرا لك هذا كان Example 5 4 ان الـ Asset A كان 15 و Asset B 15 والريسك كان 1.4 و 5.6 طيب انا عايز اختار ما بينه باستخدام الـ Co-Fation of Variation الـ CV قانون سهل قوي 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 والقانون الرابع معايا النهاردة هو الريسك على الـ 5 الريسك بتاع ايه كام 1.4 الريترن بتاعه كام 15 الـ CV 1.4 على 15 يطلع الـ 9 و 4 طيب بيه الريترن بـ 15 وريسك 5.6 الريسك على الريترن بـ 5.6 على 15 يطلع الـ 30 فاكر من شوية احنا اخترنا نستثمر في مين؟ طيب شوف الـ Co-Fation of Variation كده قال لك ايه؟ Higher CV is a Higher Risk طيب من الـ CV تاع اعلى؟ B يبقى بيه حلوة او لوحش؟ لا وحش طيب انا اختار Asset A ودي اهمية Co-Fation of Variation Lower risk Higher risk الـ Co-Fation of Variation measure the risk per unit of return الكلام لازم تحمزه زي اسمه CV measure the risk per unit risk per unit عشان القانون بتاع risk على return فهو risk per unit يعني risk على return اتنين is measure of relative dispersion معيار التشكل يعني اتنين الريسكة مع ريترنر. مختلفة. أثنين. We often use a CV. مهمة أوع من هلك بالله حم راتب للجنبية. Important. We often use a CV. is a compare between two assets. One of them higher return. and one of them lower. أخبره. لو أنا ما عنديش أرض ثابتة أو حاجة المشروعين متساويين فيها. يعني. لو عندي مشروعين عندهم نفس return. لا تأخذ أن أين مشروعين. إذا أقل في ريسك إلى أن يصبح اليوم القادم بالرزق إلى أن أعرف الرزق؟ إنه ليس peleعة الرزق. طب لو عندي مشروعين عندهم نفس return. طب سيكون الرترن على هلينnych. يُوت متواجزت المطقة. يُوتweder الُّأعلى في الـ. أو المهم العزق الاختيار. مع السؤال، إذا وعند مشروعين الذي يُول لأنه قد يُرimentos الارباع ، وأنه ألقي بشروع مختلف. أو المهم العزق وتخبرهم مختلف. أختار من أقل الأقل في الـ CV أختار الأقل في الـ CONFITION وبركيشن أتكلم أيضا عن الـ CV وأجمع فيه كل الأشياء التي أخذتها في الشابتر لحد الوقت و ما شح تريد سؤال الثالي أمعك شونك أول Product Act سلك أول حاجة للإستاندار الـ expected return probability of return إزائه probability of return إزائه probability of return إزائه probability of return assets A يبقى 30% تعطيله probability في الـ return 10 إزائه 40% probability of return في الـ return إزائه 30% إزائه 40% إزائه 20% إزائه 50% إزائه 20% طبعاً كتب لك أنا خلاص عشان عارف إن مشكلتك في المياه بمدري الكالكليتر يطلع لك في الأول على الكالكليتر الرقم ده تحرك حرقين شمالي يديك النسبة لما هو هي طبعاً بي هعمل نفس اللي عملتوا في A probability في return minus expected return power 2 زي probability في return minus expected return power 2 زي probability في return minus expected return power 2 ويطلع لك ده على الكالكليتر تحرك حرقين شمالي بـ 8 و 9 تحرك حرقين شمالي بـ 9 في المياه CV ريسك على ريترن والريترن على ريسك بالزبط ريسك على ريترن 3 بالنسبة لأسيتس A 3.87 أوفر الـ 15 اطلع لـ 25% و 8 اللي هي بالتقريب هتبقى 26% بـ 98 على خمستاشرة اطلع لها 0.5 5.6 اللي هي 9.56% بالتقريب هتبقى 26% مين هاير سيبي؟ سي والهاير سيبي هاير ريسك ولا لور ريسك؟ هاير ريسك يبقى أنا هريجيكت بي وهختار أسيتس A أسيتس A هختاره عشان بـ 15 ولسي فيه ولسي ريسك امبورتان بلوت عشان بلوت ايه بزا اجيب زائل انا انتهالك على فكرة اجيب زائل هنا تبقى 3 مفتر وجدو وحش عشان بلوت لي أكي عشان بلوت ريسك إذا ريسك مختلف وريتيرن مختلف يبقى التيارية هيكون according to return أو according to risk ولا الغلط والأختيارية هيكون بنانة على هيكون بنانة على CV هعمل risk على return risk على return يعني الone point two دي قات منين الfour point seven over three point nine دالي one point two one point two طب الtwo point zero six دي قات منين الten point three over five هو دي twenty point two over nine point three مين أعلى coefficient of variation الكمين ستوك يبقى مين أوحاش واحد من ستوك يعني ده وحش قوي عشر أعلى CV ده أعلى واحد ده أعلى واحد يبقى ده ألبس طيب ده أعلى coefficient of variation هذا الورست ودا في المص ما بينكم note that if we have two investment have the same risk طبعاً من أعلى the expected return if we have two investment we have the same expected return for the high risk or the high risk for the high risk if we have two investment have different risks زي لإكزامل ده of the return and the different expected return we will use coefficient of variation أنا هستردم الـ CV وأختار الأقل في الـ CV آخر حاجة في أكبر جزء في المنهج شابتر 5.1 وهو الـ historical وازاي يشتغل على data historical يعني الـ return اللي جاي بتاع historical data يعني ميتين العائد بتاع السنة اللي فاتت اللي هابلها اللي هابلها اللي هابلها من عزاي أحسب الـ expected return اللي هيبقى اسمه الـ average return اسمه الـ main وازاي يحسب الـ historical standard division وازاي يحسب الـ CV لقيني عملنا بقانونين باللحمر وقانون باللبني ليه ده باللبني عشان ده زي القديم بالزد بس كعلى return أمال إلا هيتغير في الـ average return خلي عشان أجيب الـ average return هعمل الـ at submission بتاع الريترنات يعني مجموع العوائد على عدد السنين إده إيه عدد السنين دي الـ n طيب standard division خلاص أنا شغال historical يعني مفيش probability يعني نفس القانون هو القانون كان بيقول إيه قانون كان بيقول submission بتاع probability to r minus r dash فدأش في probability أكتب probability ولا شلها فيش probability بس خد دالك أنا مبقاش عندي return واحد أنا بقى عندي أكتر من return لأكتر من سنة إيه الحل حل أننا نقسم على إيه minus 1 ده القانون ثابت نحفظه تعالى نجرب نحل عليك the return of investment for five past year 10-18-12-10-5 عايزك تجلب لي the expected return أو the historical return أو the main أو the average return والstandard dividend والseving أولي أحسب return إزاي مجموعة returnات على عدد السنين يعني 10-18-12-10-5 على إيه لعدد السنين هما دول كم سنة هذه 1-2-3-4-5 يعني 5 سنين يعني هعمل submission 10-18-12-10-10-5 over 5 هتلاع لي من الأverage return point 11 يعني 11% طيب standard division بقاش عندي probability يعني هعمل return في return minus average power 2 زائد return power average power 2 زائد return power average power 2 الreturn كان في الأول 10 هعمل 10-10-10-10-5 power 2 اترنت 18-18-11-10-5 18-11-10-2 السنة الثالثة 12-10-10-5 power 2 الرابعة 10-10-10-5 power 2 الأخيرة 5-10-11-10-5 power 2 بس مجأسم تبالك الـ square root تحت كل الكلام ها هقسم على N لأ N minus 1 فإطلاع لي الإجابة بالرقم ده تحاول هاي نسبة مقوية انت شغط لو هتعرف تحرك مرتين شمال تحرك العرقام حركتين شمال يعني هيبقى 4.6-9-100 إذا يجيب C-V نفس القانون القديم الرسك على return يعني 4.6-8 4.6-9-100 4.6-9-100 يعني تبع 0.44-5 example 5-11 very important تعال نشوف السؤال ده علشان دمجلي أو تاني فيديو مع آخر فيديو مع بقى يبلك تشطر من الأول من ديني 2013 2014 2015 beginning or end or dividends beginning or end or dividends اذا انا رجعت للBt والBt-1 والCity اه beginning or end beginning بتاع 2013 وال end بتاع 2013 مين فيهم Bt مين فيهم Bt-1 beginning بتاع 13 يعني Bt-1 ده old end بتاع 13 ده Bt طب وال 3 ونص ده ct يبقى كده انا عرفت الجيفن بتاع طالد مني average return والhistorical sd والcv مش لاجي بال average return محتاج اجمع الreturnات بتاع 3 سنين واقسم على عدد صديقي هو الreturn بتاع 13 14 15 فشل عندك لا بس تعرف تجيبه اه ازاي ct plus bt minus bt minus one full over bt minus one ازاي ازاي التلات ثلاثة سي point five اللي هي ct 36 ونص 35 ده اللي هو bt minus bt minus one over mean old or new beginning or end over beginning هيتلا علي 14 و3 كذلك في 14 و15 تلع لل3 return اجيب average ازاي هجمع التلات return او اسم على عدد السنين يعني هيتلا علي 10 ونص بعد كده اجيب الhistorical s return minus average power two plus هدي return بتحول سنة اللي 14 و3 نقص average power two زائد return بتاع ثاني سنة نقص average power two زائد return بتاع ثلت سنة اللي هو 13 في 100 نقص average power two وهو تنسى احنا بقسم على n minus one بعد ما قسم على n minus one اجيب square root للنتيجة اللي بتلعت لعلي 5.6 او عالت الفيديتر اللي تتعلق بالمنظر ده عشان انت ما تطلق cv يعني risk على return شوية اسئلة بقى true false mcq نبقى خلصنا جزء كبير جدا من اللي جاي في mid term يكادي يكون نص المنهج invested investment a guarantee its holder الف investment a بيدي return 100 investment by earn zero او 200 في مشروع ايه بيكسبك 100 مشروع بيكسبك صفر بيكسبك 200 with equal chance over the same billion both investment and equal risk بيكسبك 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 100 60 او واحد يديني صفر 200 او يعني في واحد عنده range او project او range 0 ويديني 100 بيكسبك نقص الورست يعني 100 نقص مية يعني zero بيكسبك ومية يعني range 200 نقص الورست يعني range higher range higher risk يعني معنى project b higher risk than a يعني عايز نجيب range فبالتالي في range بريجان طبعا volts عشان b هي more risk than a the real utility المنفع الحقيقية of official of variation is comparing assets that have equal expected return ولو عندي مش رائعين عندهم نفس expected return وما صرف الناية واحد أعلى من تاني في risk هحتاج CV لا أنا قلت لك إنت مستخدم CV لو عندي two project have different risk and different expected rate of return ثلاث one measure of the risk of assets may be founded by subtracting worst outcome from the best outcome of range to EGMCQ برضو عادل 4 The large is the difference between assets worst outcome from its best outcome large large difference the higher risk the the of risk of an assets can be measured by its variance which is founded by subtracting the worst outcomes of variance to range foods said profession of variation is measure of relevant dispersion used in comparing the expected return of assets with different risk وده كم معناها العكس ان في مشاريع عندها different risk مع difference return risk على return مش return على risk اجبتي false سمع the more certain الاقصر يقينا the return of analysis the less variable and therefore the less risk طبعا اول فيديو خالص certainty and uncertainty more certain يعني more accurate less risk كم أترو كم ماريا the lower the coefficient of variation كل ما CV يقل the greater the risk غلط طبعا كل ما coefficient of variation يقل كل ما risk يقل 9 a is the extent of an assets risk it's founded by subtracting from optimistic outcome from optimistic outcome مين ب is risk هو عبارة عن best minus worst range شطر 10 a the of an investment pure in the percentage chance of given outcome من chance or percentage of chance احتمالية حدوث الحدث هي ايه ability والله اصلت ان بحالات 11 which assets was the risk adverse financial manager prefer risk adverse يعني بختم المخاطر السؤال ده حلو قوي assets a b c كلهم عندهم نفس return احسن 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 حاجة 14 الرنج كام 14 8 6 % b 5 اعلى حاجة 13 اعلى حاجة 13 5 20 % c 13 5 15 13 12 % الرنج عملي زين 11 12 14 14 14 14 14 14 13 % لو انت راج الريسك adverse بالخطم المخاطر هتختار الاعلى في الرزق ولا الاعلى في الرزق اختار الاعلى في الرزق هو الاعلى في الرزق الاعلى في الرزق الاعلى في الرزق الاعلى الاعلى في الرزق هو الاعلى في الرزق انه هو assets d السؤال ده مهم اهوية 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 اتناشر واخر سؤال في الفيديو شابة 5 part 1 given the following the expected return and the standard deviation of assets b m q and d which asset should be the burdened manager select return and standard deviation expected return 10 16 14 12 standard deviation 15 9 8 والسؤال ده مهم اوي والله العظيم كان في انتحاد والله العظيم كان في انتحاد هحتاجي اختار ازاي بكل بساطة معايا return مختلفة ومعايا standard divisions مختلف هستخدم مين التول اللي بستخدمها لو عندي different risk و different return هديك ثانية اتفكر صح cv official variation تعرفت جملي cv لكل project cv هو risk على return يعني assets b هيبقى 5 على 10 يعني 50% assets b 10 على 16 يعني u 9 على 14 d 8 على 12 هيطلع لك في الاخر assets b هو اقل coefficient of variation وكده يكون خلص chapter 5 part 1 ان شاء الله زي ما بعدتوكو chapter 5 كل basic online free عشان التخدير اللي احنا اتاخرناه بصديق job to fair assistance فرق الشيتات وفرق الفيديوهات عن semester الاولان اللي اللي اشدو حلكو والدو حلو ما فيش وقت باي باي باي